خامساً اشتقاق منحنة الطلب الكلي من منحنيات ال-IS وال-LM نشوف الكلام ده على الرسم بنقول دلوقتي نقطة البداية في الشرح بتاعنا بنقول إنه بيتحدد الوضع التوازني العام في الاقتصاد عند نقطة التي يلتقي فيها منحنة ال-IS مع منحنة ال-LM1 وذلك في النقطة B من النقطة B بنسكة عمود على المحور الأفقي فيتحدد الوضع التوازني للدخل القومي عند ال-Y1 هنفترض جدلاً أن الوضع التوازني للدخل القومي عند ال-Y1 كان بيتحقق عند مستوى معين من الأسعار وليكن ذلك عند ال-B2 ولو رسمت دلوقتي الإحداثيات الأفقية والرأسية بين ال-B2 وبين ال-Y1 هحصل على النقطة اللي هي B شرطة طيب الافتراض الثاني اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي إن الأسعار بتاعتنا في المجتمع المستوى العام للأسعار هنخفض من ال-B2 إلى المستوى B1 طيب احنا عارفين إن دلوقتي بانخفض المستوى العام للأسعار بتزداد القوة الشرائية للنقود يعني اللي هيحصل زيادة في عرض النقود الحقيقية في المجتمع يعني إيه بطريقة أخرى يعني هينتقل منحنة ال-LM من المستوى ال-M1 إلى المستوى ال-M2 بسبب إيه؟ بسبب انخفض المستوى العام للأسعار والذي أدى إليه؟ والذي أدى إلى زيادة عرض النقود الحقيقية في المجتمع يبقى إذن خلاصة انتقل منحنة ال-LM من الوضع ال-M1 إلى المستوى ال-M2 وعليه انتقلت نقطة التوازن من الوضع B إلى الوضع A وبالتالي ظهر عندنا مستوى جديد من الدخل القومي اللي هو Y2 طيب عند الوقت لو أنا عملت إحداثيات أفقية ورأسية بين ال-Y2 اللي هي وضع توازني للدخل القومي الجديد اللي هو ال-Y2 مع الأسعار الجديدة اللي انخفضت عند ال-B1 لو عملت هذه الإحداثيات الأفقية والرأسية بين ال-Y2 وال-B1 بحصل على النقطة الجديدة اللي هي A شرطة لو أنا وصلت دلوقتي ال-A شرطة بال-B شرطة بحصل على ما يسمى منحنة الطلب الكلي الذي يعبر عن العلاقة بين الأسعار والدخل القومي ترجمة نانسي قنقر